Dear sons, peace be upon you, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Today we are studying unit 13, TD Bears, TD Bears. Open your books, add page 84 and 85. اليوم ندرس الوحدة الثالثة عشر بعنوان TD Bears. افتح كتابك صفحة 84 و 85. افتح كتابك صفحة 85 و 8. حسنًا. انظروا في الكتابك. سأسألك السؤالين المعتدين اللي هم أفتح كتابك. سأسألك السؤالين دون وأبغى إجابة. سأسألك السؤالين المعتدين اللعبة المفضلة لديك وما هي اللعبة المفضلة لديك؟ عندما كنت صغيراً. لعبة المفضلة هي دمية. كان عندي أكثر من عشر دمى وأنا صغير. ما أشكال الحيوانات أو الألعاب اللي كانت عندك أفضلها أو المحببة اللي دايك ونت صغير أحب الألعاب شكلهم جميل جداً ردد وراي العنوح تيدي بيرز مرة أخرى تيدي بيرز ردد تيدي بيرز تيدي بيرز حسناً، انظر إلى الكتابات انظر إلى المشاكل، ما يمكنك أن ترى؟ هناك دوة المشاكل ما يمكنك أن ترى؟ ماذا تفعل البنت؟ 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 ما شكل البنت؟ ماذا تفعل البنت؟ أو كيف يبدو؟ ماذا تفعل البنت؟ ماذا تفعل البنت؟ ماذا تفعل البنت؟ يعني شكل جميل وناعم هنستمع الآن إلى النص وإن شاء الله الوحدة هذه بنقسب النص لجزئين هنأخذ نص في الدرس هذا والدرس الجاي إن شاء الله نأخذ جزء الثاني أو نصف الثاني من النص تسمع بسعباً ونظر إلى المصن تسمع بسعباً إلى النص حسناً أينت 13 أتعلم بسعباً تديبير هل لديك أفضل لجزئين كما تصنع؟ هل لتعلم مع أسطل أو روبوت؟ هل لست أداء إذا لم تكن لديك أفضل لجزئين؟ For many children their favorite toy is their teddy bear Sometimes it's a baby's first toy and best friend It's soft, cute and fun to hold It can watch TV with you Or it can bring you comfort when you need it Many people keep their teddy bears even after childhood Sometimes teddy bears are passed down from one generation to the next That's a good idea Because many old teddy bears are now worth a lot of money But where did the name come from? The first Okay We'll get here And we'll return to the most important things in the world Did you have a favorite toy as a child? Did you play with a doll or a child? Did you play with a doll or a child? A robot toy? What is the meaning of a robot? Robot toy? Robot toy A mechanical toy that can be wound up to make it walk or talk هي لعبة كنا بنلعب بها زمان بتعبيها كده بتملأها وتسيبها تتحرك أو تتكلم Could you sleep if you didn't have your favorite cuddly toy? هل كنت ممكن تنام بدون الكدلي toy? ايه هو الكدلي toy؟ A toy animal covered in four يعني دمية مغطة بالفراء ايه هو المغطة بالفراء ايه هو المغطة بالفراء يعني معظم أو أغلب الأطفال اللعبة المفضلة لديهم هي المغطة بالفراء أول لعبة بخطط طفل وهي بتكون جميلة وناعمة ومرحة انك تلعب بها وتمسكها It can watch TV with you تستطيع ان تشاهد التلفزيون معك Or it can bring you comfort when you need it ممكن تشارك بالراحة عندما تحتاجوها Many people keep their teddy bears even after childhood نلاقي بعض الناس يحتفظون بالدمية بتاعتهم حتى بعد ان يكبروا ويجتازوا مرحلة الطفولة Sometimes TV bears are passed down from one generation to the next Are passed on معناها to give something to people who are younger than you إن قطعة الأشياء للناس الأصغر منك تورفها من جيل إلى جيل يعني الأب يعطيها لابنها Generation يعني جيل All people معناها All people of about the same age الناس اللي بيكونوا في نفس العمر يبقى اللعبة ممكن تورف أو ممكن تعطيها من جيل إلى جيل That's a good idea هذه فكرة جميلة Because many all teddy bears are now worth a lot of money لأن teddy bear الآن بمبلغ وقدر يعني بworth معنا كلمة worth Have a value in money له قيمة بمبلغ But where did the name come from ولكن من أين جاء هذا الاسم وده اللي هنعرف الحصة الجهة إن شاء الله الواجب عندك اليوم إنك تقرأ وتستمع للنص ده وتقرب نفسك أكثر من مرة في البيت بالتوفيق أبناء الطلاب شكرا شكرا شكرا